الابتزاز والتهديد هي لغة جديدة في محافظة ديقار لإيقاف المشاريع وتعطيلها حيث كان آخرها هو التهديد الذي تعرضت له الشركة المنفذة لمشروع ملعب الإدارة المحلية في الناصرية والذي تسبب بمغادرة الشركة وفسخ عقد العمل الوسط الرياضي استنكر هذه التصرفات فيما حمل الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية مسؤولية هذه التعديات نتيجة لانعدام الأمن في المدينة لا يوجد أعادة خفية أن ميسر بن ناصرية لا ملعب لا مشروع ضخم طبعا يتحمله الحكومة المحلية وكل بن ناصرية مشخصين الضعف خاصة بالمجال للرياضة أصلا هم الرياضة ممبالهم هو أصلا المشروع مع الإدارة المحلية يجب من أمالة نجلس الوزراء على صندوق العمار 10.000 و13.000 شرف هذه مالة تهديد مالها هي صراع قوة من ناصرية قوة نقول قساط مستجربة الناصرية إلغاء الشركة على مدهمة يقنون التنفيذ أغلب الشركات التي تنفذ مشاريع التنفيذية في محاول الضيقاء خصوصا رياضية هي غير قادرة على أكمال العمل بسبب التهديدات والوعود والابتزاز وما شابه ذلك نتمنى من المسؤولين على محافظة الضيقاء أن يكونوا على قدر المسؤولية شيوق العشائر أعلنوا براءتهم من من يمارس هذه الأفعال التي لا تمت لهم بأي صلة حيث أنها أفعال مشينة بحق أصحابها فيما طالبوا بفرض هيبة الدولة والقانون داخل المحافظة بعد انتشار هذه الظواهر التي باتت تسيء لهم ولأبناء هذه المحافظة محملين جهات معنية مسؤولية ما يخدث أما بخصوص الاعتداءات الآن على بعض منشآت الدولة هي مستنكرة ومدانة من قبل رؤساء العشائر ودائما شيوخ العشائر هم مع القانون ويريدون تطبيق وسيادة القانون الآن المشكلة هناك بعض الأشخاص اللي خارجين عن القانون الآن يخرقون مشاكل خاصة في مدينة الناصرية وإحنا نلاحظ هناك تراخي وعدم اهتمام وضحف من قبل الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية في محافظة ذيقار بعدم تطبيق القانون هنا ملعب الإدارة المحلية في مدينة الناصرية والذي يعتبر من أهم المشاريع الحيوية في المحافظة الشركة المنفذة تتعرض لتهديد من قبل العشائر مما أدى إلى انسحاب الشركة المنفذة للعمل والذي تسبب بخسران المحافظة لهكذا صرح لقناة التغيير الفضائي سلامة سرهيد ذيقار ترجمة نانسي قنقر